تنعقد اليوم قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي في مقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بريوكسل حول الوضع في أوكرانيا وزيادة قدرتها دفاعية للحلفة وحسب بيان صحيفة التايمز فإن الحكومة البريطانية تعتبر أنه من الضرور على الفور زيادة توريد الأسلحة لسلطة الأوكرانية من أجل زيادة قدرتها على المقاومة إلى ذلك نقلت وكالة انترفاكس الأوكرانية للأنباء عن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولدمر زيلنسكي قوله إن زيلنسكي سيشارك افتراضيا في القمة